كشفت بيانات ووثائق رسمية أن العائدات المالية التي استولت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية من سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي دخلت إلى ميناء الحديدة بلغت خلال أبريل الماضي وهو الشهر الأول للهدنة 40 ملياراً وتسعمائة مليون ريال من الطبعة القديمة المتداولة في مناطق سيطرتها أي ما يعدل 73 مليون دولار ووفق ما جاء في المجز الأسبوعي الصادر عن مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن فإنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل وصلت 28 سفينة وقود محملة ب659 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة في نهاية شهر يونيو أي أكثر من 535 ألف طن دخلت خلال عام 2021 وفي وقت سابق أكدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في تقرير بأن الميليشيات الحوثية تحقق أرباحاً وفوائد كبيرة من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130% من إجمالي قيمة الشحنات المستوردة والمتجرة فيها بالشكل المباشر وأوضحت اللجنة أن الميليشيات الحوثية ربحت 30 مليار ريال من عائدة أربع سفن وقود دخلت ميناء الحديدة أثناء الهدنة الأممية السارية وتمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية حوالي 44% مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من الحوثيين والتي تحصل أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها وترفض بالمقابل صرف مرتبات الموظفين وأشارت اللجنة الاقتصادية إلى أن الميليشيات ترفض تسليم ما قيمته 8% مما يدفعه المواطن من قيمة الوقود مقابل صرف مرتبات المواطنين في المناطق الخاضعة لها بإشراف وضمانات جديدة ترجمة نانسي قنقر